الصلاة 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 اسمع يا أخي الغالي إذا خسرت أموالك استعم بالصلاة إذا مات الولد استعم بالصلاة إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعم بالصلاة إذا ما وجدت وظيفة استعم بالصلاة إذا نزلت بك مصيبة استعم بالصلاة إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعم بالصلاة إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعم بالصلاة إذا لم تجد بيئة صالحة استعم بالصلاة إذا وجدت في قلبك ضيقة استعم بالصلاة إذا نفر الناس منك استعم بالصلاة إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعم بالصلاة إذا آذاك الناس استعم بالصلاة وإنه يا أخوة الكرام من هذه الآية تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء من منا يقبل على المسجد ساجداً راكعاً لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة من منا يجد هذا الشعور في قلبه من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به للمقبرة عرف أن الملجأ المحراب فأقبل على المحراب من من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح مديوناً في الليل من منهم انكب على المساجد من منهم سجد وركع من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم هل استعانوا بالصلاة لعل الله ينين قلوبهم كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العنان المركزة وكلما قدم طلب نقل رفض هل استعانوا بالصلاة؟ الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر أنت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أثرها ونفعها وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة؟ ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين؟ هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة للصلاة؟ تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك وتقول في نفسك أبي لو سجده أبي لو ركعة بس أبغى وقف أمام الله عز وجل هل عندنا هذا الشعور؟ إننا نحب الصلاة ونبغاها ولا أننا إن جات جات وما جات إن كان نحن من الحال الثاني فقلوبنا ميتة ولازم نعالجها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن محب الصلاة ماذا قال عنه؟ قال جزاؤهم يوم القيامة أنهم يكونون في ظل العرش لأنهم يحبون الصلاة يدور على الصلاة يبحث عن الصلاة يبكي للصلاة يحزن إذا أغلق المسجد يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله استشعرت معي الحديث؟ لو تمد يدك يوم القيامة ما في ظل لو تأتي بأي شيء تريد أن يكون له ظل ما له ظل لن نجد ظل يوم القيامة إلا تحت العرش لكن من هو اللي يروح تحت العرش؟ مو أي واحد سبعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف السبعة صمف اليوم نتكلم عنهم تدرون من هو؟ رجل قلبه معلق بالمساجد هذا الرجل ما ترك الوظيفة موظف ويشتغل ويمكن تاجر من كبار التجار لكن هو رايح لتجارته قلبه وراه في المسجد وهو رايح يشتري لأبنائه طعام أو من السوق قلبه وراه في المسجد ولذلك قبل الأذان يرفع يشوف الساعة فيقول الأولاده خلاص انتهي السوق الآن المسجد قلبه معلق بالمساجد اللهم اجعلنا منه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة